ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله على مقر عمالة إقليم الحوز للتعبير عن غضبهم من رفض طلبات استفادتهم من الدعم المخصص لضحايا الزلزال وأكد المشاركون في هذه المسيرة الذي نهز عددهم 700 شخص عدم استفادتهم من أي تعويضات بمبرر عدم حقيتهم في ذلك رغم أن دواويرهم تعرضت لأضرار الجسيمة وأودت بحياة العديد من أقربائهما بحكم وجودها في قلب بؤرة الزلزال واحتج المتظاهرون على طلب السلطات لهم بالعودة لمنازلهم المتضررة جراء الزلزال رغم الخطر الذي قد تشكله على حياتهم بسبب عدم إعادة بنائها وإصلاحها حتى الآن ويرى المحتجون المتضررون من زلزال الحوز أن مطالبهم عادلة وبسيطة وتتمثل في تقديم الدعم الشهر المقدم من طرف السلطات للمتضررين والمقدر بحوالي 2500 درهم شهريا وفي البدء في إعادة إصلاح منازلهم المتضررة وأكد المشاركون أن مسيرتهم ستتجه نحو ولاية مدينة مراكش للتحاور مع المسؤولين الجهويين هناك وفي حالة عدم تلبية طلبهم فسيحولون وجهة المسيرة نحو العاصمة الرباط ترجمة نانسي قنقر